عندي ملفين عايز أتكلم فيهم سريعاً قبل ما نروح نشوف أهم الأخبار التي كتبت عن نادي الأهلي سواء في الجرائد أو في المواقع الملف الأولاني وهو فيما يتعلق بالتعاقدات والاستغناءات بالنسبة للفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي الواضح الواضح أن سياسة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة نجحة جداً جداً في هذا الملف إزاي؟ أولاً قدرت أن أنت تدعم صفوفك بلعبين أنت محتاجهم جداً في مراكز أنت مركز عليها ومحتاجها بصراحة نص الملعب خط الدفاع قدرت تدعمه اللونجات تدعيم برضو فيها مركز صنع الألعاب شيء مهم جداً ففي الحقيقة النادي الأهلي قدر أنه يمشي في الخط ده بشكل مميز وده بناء على إيه؟ هقولك بناء على وجود لجنة لتخطيط القرى اللي واضح جداً أن هي سرقت مع النادي الأهلي بشكل إيجابي إزاي؟ بعد ما قدرت أن أنت تجيب تعاقدات مميزة في نفس الوقت تستغني عن بعض اللعبين اللي ممكن ما يكونش ليهم دور مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية وفي عدد من الإستغناءات وزي ما قلنا لحضرتكم من أسبوع أن خلال ثلاث أربعة أيام النادي الأهلي حيحسم هذا الملف فعلاً من خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا النادي الأهلي حسم أمر عدد كبير جداً من اللعبين اللي هو مش هيكون محتاجهم في صفوفه الفترة الجاية بالتالي تم الإستغناء عن بعض اللعبين يعني مثلاً عندك أحمد حمودي خلص بشكل رسمي حمودي أصبح فري دلوقتي النادي الأهلي فسخ التعاقد معاه وهنا بقى الصورة دي اللي أنا عايز أتكلم عليها وطريقة النادي الأهلي وأسلوب النادي الأهلي في التعامل مع اللعبين اللي خلاص مسيرتهم توقفت توقفت عند هذه اللحظة مع النادي الأهلي هنا الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بتشكر أحمد حمودي بتقول له شكراً على الفترة اللي انت قضيتها مع النادي الأهلي وده أسلوب وسمة من سمات النادي الأهلي مش انتع خلاص عشان ماشي من صفوف الأهلي فشكراً بقى سلام والطريقة نعم مشيك بيها تبقى طريقة غير مناسبة لا نادي الأهلي شاف أنه هو خلاص حمودي مجلوش ولا عرض تمام فالحل الأنصف في ظل عدم الاحتياج الفني للعب وهو في الحقيقة لعب مميز وعنده قدرات فنية مميزة لكن حظه كان سيء شوية مع نادي الأهلي فنادي الأهلي قاله شكرا بشكل مهزب وبشكل محترم جدا معتاد عليه في الحقيقة من قبل النادي الأهلي دائما نفس الحال بالنسبة لإسلام محارب إسلام محارب انتقل لنادي الجونة في صفقة كانت مهمة طبعا لنادي الجونة وبرضه النادي الأهلي بيشكر إسلام محارب عندها من ضمن الأسماء كمان اللي رحلت أحمد علاء عمر بركات قطع أعارته مع سموحها وراحها للجونة محمد نجيب راح مؤخرا أيضا للجونة ودي صورة أيضا لعمر بركات اللي يمكن ملعبش مع نادي الأهلي خالص وتفتكروا اللي مع نادي الأهلي في البطولة العربية فقط اللي كانت في مصر البطولة اللي قبل اللي فاتت وتقلق فيها بالنسبة لكن بعد كده كان ساعتك كابتن حسين البدري هو اختيار عمر بركات في الحقيقة بعد ما تقلق عمر بركات ملعبوش تاني كابتن حسين البدري ودي طبعا موجهات نظر فنية لها كل التأدير والاحترام من ضمن الأسماء كان محمد نجيب عمر جمال لسه الموقف بتاعه هو خلاص مرفوض راح رسمي للصفاكسي لكن أزمة التجنيب بالنسبة له لسه ما تحسمتش عمر ردوان أيضا محمود الجزدار عمر ردوان بيعني هائل الجونة عندك محمود الجزدار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان أعارة للجونة الكلام لسه على ناصر ماهر لسه حد دلوقتي ناصر ماهر حتى هذه اللحظة لاعب في النادي الأهل الكلام على أنه رايح سموحة اقترب بنسبة كبيرة أنه يروح سموحة لكن حتى هذه اللحظة ناصر ماهر لاعب في النادي الأهل لسه ما تمش الإعلان الرسمي على انتقال اللاعب الكلام البعض يقول لك إشان محمد ممكن يمشي عمار حمدي موقفه كل الأمور دي حيتم حسمها من قبل الجهاز الفني خلال اللحظات القادمة أو الساعة القليلة جدا المجبلة المهم أن في النهاية النادي الأهلي نجح بشكل كبير جدا في هذا الملف في فترة مهمة قوي أنت بتستكمل فيها بناء الفريق اللي ابتدته في شهر يناير الماضي ففي الحياة كل التحية والتقدير والشكر للمسؤولين في النادي الأهلي في هذه الجزئية